السلام عليكم و اهلا بكم و مزرعتك في بيتك و حلقة جديدة من الموضوع اللي بدأنا نتكلم فيه من حلقتين فاتو الحقيقة ان هو موضوع مهم جدا وهو اسعار البصل بس قبل و نبدأ الحلقة لايك للفيديو و اشتراك في القناة لان الفترة اللي جاية هنتكلم في مواضيع مهمة جدا جدا و بتهمنا كلنا اخواتنا بقى اللي بيتفرجوا علينا في صمت يا جماعة اللايك للفيديو مش هيكلفكو اي حاجة ولكن حرفيا هو بيخلينا نستمر في الحلقات اللي هي بتفيدنا جميعا و بنتكلم في مواضيع كتير جدا بتهمنا كلنا اللايك مش هيكلفكو اي حاجة خليكو دايما كده فعالين في الخير المعلومة اللي بتلاقوها بتفيدكو اكيد هتفيد حد غيركو يبقى شيروها و تقديرا من حضراتكو لمجهودنا حطوا لايك كتير للفيديو طيب النهاردة هنكمل موضوعنا عن البصل اتكلمنا وقولنا يا جماعة قبل كده البصل والاسعار الحالية دي كلها استغلال ما لهاش اي اساس من الصحة هي كلها استغلال من التاجر من مين ما نعرفش المهم ان فيه حلقة من الاستغلال موجودة و كبيرة جدا واشعاعات كده بتتريمي في السوق وهم اللي بيجنوا الصمار بتاعتها طيب نعمل ايه؟ اخواتنا اللي بيقولوا احنا لسه ما خزناش والبصل عمال يغلى و الاسعار هتغلى و مش هنلاقي بصلة في السوق والكلام ده كله يا جماعة مش حقيقة اخواتنا بقى اللي خزنه بصل اصلا عاوز اقول لكم ان البصل اللي حضراتكو خزنته مش بصل تخزين اصلا وشهر او اتنين او تلاتة بالكتير البصل اللي حضراتكو خزنته هيفسد وهيدرب ليه؟ لان ده مش بصل اصلا تخزين وتكلمنا في الموضوع ده في حلقات سابقة هسيب ليكم الروابط بتاعتها علشان ما نعيدش بس نفس الكلام طيب النهاردة اخواتنا بقى اللي ما خزنوش بصل يعمله ايه؟ ايه ده يا جماعة عاوز اقول لكم ان كميات البصل المزروعة في مصر استنادي فعلا كتير جدا وهتغطي السوق وزيادة مو عندناش اي قلق ولا اي تخوف نهائي من ان البصل هيتصدر البصل مش هنلاقيه في السوق الكلام ده كله ومش حقيقي يا جماعة وان قبل كده كمان ان بصلة ايه التصدير يا جماعة بصلة تانية غير اللي احنا بنستخدمها في مصر او اللي احنا بنستهلكها على مدار السنة البصل يا جماعة اللي هو بيتصدر بصلة اللي هي البصلة الدهب يا جماعة مش البصلة الحمراء اللي احنا بنخزنها هنا عندنا في مصر دي حاجة ودي حاجة البصلة اللي بتصدر دي يا جماعة بتت اصلا بتتزرع في تشكة والعوينات والكلام ده كله ملاش دعوة بيها ولا لينا دعوة بالتصدير حتى لو فعلا في تصدير والبصل هيبقى قليل مش هيبقى قليل بالكمية اللي انتو متخيلينها انها توصل لدرجة ان احنا مش هنلاقي بصل والبصل هيوصل 40 جنيه و50 جنيه والكلام ده كله يا جماعة مش حقيقة والله ما حقيقة اهدو كده وما تسمعوش كلام لأي حد طيب عاوز اقول لكم كمان ان اسعار البصل الفعلية حاليا في الاسواق اعلى سعر النهاردة في سوق العبور 12 جنيه اما في باقي الاسواق الشعبية بيبدأ من 10 جنيه ل 11 جنيه وما تشيروش بصل باغلى من كده يا جماعة يعني ما تصدقوش اللي يقول لكم البصل ب 20 جنيه البصل ب 25 جنيه البصل ب 30 جنيه ما فيش الكلام ده يا جماعة البصل النهاردة وفي سوق العبور 12 جنيه ده قطاعي انا هنا مش بتكلم على اسعار الجملة اسعار القطاعي النهاردة حضرتك لو هشر الكيلو واحد هتلاقيه النهاردة في العبور ب 12 جنيه طيب لو احنا بقى من مناطق مثلا من جميع المحافظات هنلاقيه برضو قطاعي من 10 جنيه ل 11 جنيه اعلى سعر بصل النهاردة طيب نخزن بقى في السعر ده ولا نستنى شوية طيب عاوز اقول لكها هنا بقى على حاجة مهمة جدا وخلي بالكو من الكلام اللي احنا هنقوله ده البصل يا جماعة بتزرع في مصر عروات يعني زيه زي مثلا نقول بنجر السكر نقول كمان البطاطس طبعا بتزرع برضو عروات وبنجر السكر بتزرع عروات فبيطلع فيه اشهر مختلفة فهمين كده؟ طيب العروة اللي هي طلعت ديت اللي الناس عملت عليها يعني هيصة والاسعار غلت والبصل غالي ومش عارف ايه والكلام ده كله دي اصلا عروة قولة يا جماعة لكن العروة اللي هي اللي بتتخزن اللي احنا بنخزنها على مدار السنة لسه هتطلع ان شاء الله في شهر خمسة على مدار شهر يوليو ده ان شاء الله هتلاقوا البصل باكتر في السوق والاسعار هتبدأ ان هي تنزل لو انتو واخدين بالكم النهاردة هتلاقوا البصل اعلى سعر في العبور النهاردة 12 جنيه وفي الاسواق الشعبية من 10 ل 11 جنيه وفي بعض الاسواق كمان بنلاقيها النهاردة فعليا بتسعة جنيه يعني معنى كده ان فيه بشاير بدأت تطلع في السوق من البصل اللي هو هيتخزن يبقى اخواتنا اللي ما خزنوش اهدو شوية لحد لما العروة الجديدة تطلع وتبدأوا ان انتو تخزنوها وتخزنوه بطريقة صحيحة وعاوز اقولكو كمان نصيحة الواجه الله ما تخزنوش يا جماعة كميات كبيرة لان اصلا البصل من الحاجات اللي عمرها بيبقى عصير فبدل ما تخزن مثلا خمسين كيلو ويصفوا في نهاية السنة مثلا على عشرين كيلو ولا الكلام ده كله والباقي بيخسر معاك فاشتري كميات على قدك وبالتالي هيبقى اصلا يعني مفيش عليه تزاحم في السوق وبالتالي السعر هيقلي لي والحضرتك وللناس كلها وبالتالي يبقى احنا كده عملنا يعني اكتفاء يعني ما استهلتناش كميات كتيرة واستهلتنا بس اللي احنا بنستخدمه فمن قصدي ان شاء الله الاسعار هتبدأ تمزل اهدو بس شوية الايام اللي جاية ان شاء الله هيبقى فيها هدوء نسبي نوعا ما لكل الاسعار واحنا هنا بس مش بنتكلم على البصل بس الايام اللي جاية يبقى فيها هدوء حلو جدا او يعني ملحوظ نوعا ما في حاجات كده هتبدأ ان هي تغلى في الايام دي وهي بيبقى الموسم بتاعها في الغلاء هنرجع نتكلم عليها في حلقات تانية بس علشان الخطوط ما يدخلش في بعضها ولكن كل اللي انا عاوز اقوله لكم النهاردة البصل هيبدأ اسعاره تهدى جدا هتخزنه الكميات اللي انتو محتاجينها وان شاء الله هقولكو على الطرق حلوة جدا لتخزين البصل بطرق صحيحة ومزبوطة ما يفسدش معاكو على مدار السنة طيب يبقى اتفقنا ان اسعار البصل هتبدأ ان هي تنزل في الايام اللي جاية هنبدأ نخزن بكميات معقولة مش هنخزن كميات كبيرة اول لما نلاقي البصل بدأ ينزل شوية في السارق ما نروحش نعمل بقى عليه هجوم ونقول البصل رخص فالحقه وخزنه فيبدأ ان هو يبقى عليه طلب فيرجع يعلى تاني يا جماعة لأ نحاول بس نجيب الكميات اللي احنا محتاجينها وبالتالي الاسعار هتنزل في الايام اللي جاية وهنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني والاسعار هتبقى قليلة جدا وهفكركم ان شاء الله بس كده دي كانت الحلقة النهاردة لو انتو حابين بقى نتكلم في النوعيات دي من الفيديوهات اكتبونا في التعليقات تحت الفيديو ده اه حابين نتكلم في ايه اي حاجة بتخص حياتنا اي حاجة تحبوا نتكلموا فيها اكتبونا في التعليقات من شاء الله نتكلم فيها وبس كده دي كانت الحلقة النهاردة لايك والشير والشراك في القناة لو حابين ان الفيديوهات الجديدة توصل لكم اول باول يبقى فعلوا جرس التنبيه على الكل علشان الفيديوهات توصل لحضراتكو وقت نزولها بس كده استنونا في حلقة جديدة اشوفكوا تانا على الف صحة وخير